أكثر من 280 ألف وظيفة جديدة أطلقتها الحكومة الحالية برئاسة محمد الشيع السوداني رقم يضيف عبءا جديدا بحسب خبراء اقتصاد لكاهل الموازنة العامة المثقلة أصلا بأعباء الترهل داخل القطاع الحكومي بغض النظر عن هذا الموضوع لكنه أيضا هو جزء من حل يحتاج إلى حل أكبر وهذا ما يجي عن طريق تحسين الدرجات الوظيفية أو فتح درجات وظيفية أخرى يحتاج إلى أنه تقوم الدولة بتفعيل القطاع الخاص يقول خبراء أن تعين عداد أخرى من الموظفين داخل القطاع الحكومي كحل سريع لمشكلة بطالة الخريجين سيستنزف الموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية أي أن مبيعات النفط الكبيرة بعائداتها الضخمة تذهب شهريا لسداد مرتبات هؤلاء الموظفين على حساب مشاريع التنمية والإعمار خصوصا وأن ما يقارب نصف الموازنة يذهب لصالح موظفي الرئاسات الثلاثة والمسؤولين الحكوميين تقريبا يأخذون 50% من كل الموازنة الرئاسات الثلاثة بأكمل نحن قد عندنا موظفين مستمرين بالخدمة عندنا بحدود 3.5 مليون مستمر بالخدمة 4.650 مليون متقاعد 1.7 مليون كسر اللي هو تقريبا رعاية اجتماعية من تجي تجمع هذا المجموع يطلع بحدود 10 مليون أو أقل من 10 مليون ومصائره بتاريخ العالم بأكمله أنت عندك 25% موظفي تقاضرات من الدولة خبراء الاقتصادي يحذرون من أن التعينات الوظيفية ستكون لها تداعيات سلبية أكثر وضوحا في حال تعرضت أسعار النفط في الأسواق العالمية لانخفاض كبير يقول مختصون أن عشرات الآلاف من المصانع والورش قد تم تعطيل عملها في عموم العراق وغالبيتها تعود للقطاع الخاص وأنه ما لم تعاد الحياة لها لتستقطب جيش العاطلين عن العمل فإن اقتصاد العراق سيبقى متعثرا حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد اشتركوا في القناة